تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده الترتيبات اللوجستية الخاصة بنعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ والتي ستكون شهر المقبل عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث تعزيز فرص التعاون الممكنة بين الحكومة واحدى الشركات المتخصصة في انتاج الطلمباط الاجتماع جاء بهدف التنسيق مع كل من وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبحث فرص الاستفادة من امكانات الشركة في المشروعات التي تنفذها الدولة حاليا على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة اعلنت وزارة الهجرة ادراج مجموعة جديدة مكونة من 48 شخصا من العمالة الماهرة في آلية التنقل لشغل وظائف في ألمانيا بمجالات الكهرباء والالكترونيات والمعادن والفندقة والضيافة كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من انباء بشأن تحديد صلاحية كافة اصدارات الاحوال المدنية بستة اشهر فقط والزام المواطنين باستخراج اصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة تواصل المركز مع وزارة الداخلية التي نفت تلك الانباء مؤكدة انه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة اصدارات الاحوال المدنية او الزام المواطنين باستخراج اصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة وانه لم يتم اصدار اية قرارات بهذا الشأ تتاقى هاية الارصاد الجوية نشد الاثنين استمرار خفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجل البحري وسواحل الشمالية وشمال الصعيد حر على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجل البحري وسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد يكون مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد جي معدنا مع فقرتنا الإسبوعية مع مهانس وليد حجاج خبر أمن المعلومات عشان نعرف ايه الجديد اللي بيحصل في التكنولوجيا وكمان نهاردة نتكلم عن موضوع مهم يهمنا كلنا كأباء وأمهات هو إن إحنا إزاي نأمن الإنترنت الموجود في البيت أو على بلافونات ولادنا سواء من المحتويات الجنسية أو الفكرية الشازة اللي إحنا مش عايزين ولادنا يطلعوا عليها إزاي نقدر نعمل ده؟ كل واحد فينا الراوتر موجود في البيت أو الإنترنت موجود على موبايل ولاد أو على الكمبيوتر أو على اللابتوب ما بيقدرش يتحكم في المحتوى بقدر كبير إزاي نقدر نعمل ده؟ إزاي نقدر نخلي ولدنا يشوفوا محتوى آمن على الإنترنت؟ ده من حاجات كتير هنتكلم فيها معضفنا العزيز مهندس وريد حجاجي اللي بيقول له مسائل خير يا بش مهندس وريد مسائل خل على حضرتك منورنا ومشرف ربنا يخليك شرف يعني بيجي لنا أسئلة كتير ورسائل كتير والحقيقة بنتمنى أن احنا نحاول نعرض إن شاء الله النهاردة ولا حتى جزي مالك طيب تحب النهاردة نكمل فيسبوك؟ هنكمل تأمين الفيسبوك المرة فاتح نتكلمنا على الفيسبوك الشخصي وما تكلمناش عن البيزنس ولكن أنا بحب دايما قبل ما أبدأ كده دايما نجيب إيه حاجة كده صغنونة نتكلم عليها زي المرة دي مثلا نتكلم على الحوكمة المرة فاتح قلنا يعني إيه تحول رقمي فيه مسمى اسمه الحوكمة ناس كتير مش عارفة إيه ده ومعناه إيه فبحب دايما نقول كده معلومة في الأول قبل ما نبدأ الحوكمة دي هي ببساطة هي الإدارة الرشيدة أو بتعود لكلمة اسمها جابرنانس الجابرنانس دي إن انت بتقدر تحط قليات وقوانين وتشريعات علشان توصل لمبادئ وعدل وشفافية ومساواة وفي نفس الوقت ده بيبقى من خلال تحديد السلوكيات اللي بتخدم المصالح للدولة وبتحس القادة على اتخاذ القرارات الأخلاقية وفي نفس الوقت بتعتمد على إن انت تعمل ضوابط رسمية زي التشريعات والأنظمة والقوانين اللي بتخلي الحكومات والمنظمات بتوظف الدور ده عشان تعمل إنتاج أفضل ده باختصار كده فكرة الحوكم طيب تعالوا نتكلم على البيزنس بقى احنا المرة في فاتة ما نتكلم ماشي على البيزنس خالص الفيسبوك بيزنس ده بيختلف عن الفيسبوك العادي الفيسبوك العادي اللي هو البيتج بتاعتك العادية انت كشخص عندك صبحة أو عندك أكاونت لكن ممكن تبقى مؤسسة إعلامية أو صحفية وعندك بيزنس أكاونت وده بتعمله من خلال بيزنس دوت فيسبوك دوت كوم وبيطلق عليه حساب الأونر أو المالك الطبيعي أن الأدمن يقدر يشيل أي حد ولو أنا أدمن وحضرك أدمن على صفحة ما أنا أقدر أشيلك أو حدر تشيل مني لكن لو أنا مالك للصفحة أنا ماينفعشي أتشيل من الصفحة من خلال الأدمن المالك ليه أعلى باور من الأدمن من أن في ناس عندها صفحات شخصية بيقدرها أدمن بالضبط كده فحضرتك لازم تبقى المالك للصفحة بحيث لو الأدمن اللي بيدير الصفحة ده حسابه تسرق ما يقدرش يشيل المالك بتاع الصفحة وده خصوات في الأنشطة التجارية الناس اللي بتعرض منتجات أو حاجات ومسلا تجارة إلكترونية فاجأة إلينا بصبرة واللي شغال أدمن هو اللي بيتحكم في صفحاته ولو أنا أدمن وإنت أدمن وشالني أو حصل اختلفنا أو حسابه تسرق فخلاص ما بقتش الصفحة بتاعتك أكيد فيجب أن أنا أعمل بيزنس أونر حساب مالك بس حساب المالك ده لو اتخذ من حضرتك ده معناها أن حراك ما بقاش لك سيطرة على الصفحة بتاعتك غير لما تتواصل مع الفيسبوك طب عشان أأمن بقى حساب البيزنس ده ما يتسرقش مني يجب حضرتك أن أنا في الخطوات بتاعة البيزنس نفسها طبعا في ناس متخيلة أن أنا لما بأمن الحساب الأكاونت بتاعي واعمله بالمصادقة الصنائية واعمل عليه أكواد أنا كده أمنت البيزنس لأ تأمين الحساب الشخصي حاجة وتأمين حساب البيزنس حاجة تانية مش معنى أن أنت أنفعل الخطوات بتاعتك تأمين على حسابك الشخصي معناها أن البيزنس تفعل عليه نفس الخطوات يجب أنك تعيد نفس الخطوات تانية من خلال القايمة بتاعت البيزنس وبتخش على المصادقة الصنائية اللي هي موجودة جوه السيكيوريتي جوه الأكاونت بتاع البزنس وبعدين تروح مفعلها وكمان تضيف شخص تاني مع حضرتك يبقى باكاپ أدمن تمام باكاپ أدمن لو حصل حاجة يبقى هو احتياط حضرتك النهاردة انت بزنس أونر وعملت الصفحة بقيت انت الملك بتاعك تمام لسبب أول آخر حساب الأكاونت بتاعك الشخصي اللي هو نفسه حساب البزنس أونر اتقفل من الفيسبوك طيب مين اللي هيبقى الأونر بتاع الصفحة ولازم في حد احتياطي بالزبط يبقى ده أدمن آخر موجود مع حضرتك على البيزنس اسمه باكاپ بزنس أدمن ولازم حركة تأكد ان اول مصداقة الصناقية معمولة افري ون مش للأدمنز بس كل دي في الشاشة اللي حضرتك شايفها دلوقتي موجودة في الاعدادات بتاعت البيزنس سيتنج او اعدادات بتاعت البيزنس دي مهمة جدا جدا هتلاع عند حضرتك لأي حد افري ون اهي موجودة تحت اي لازم تبقى دي موجودة علشان اي حد يحاول يخش على الاكاونت يطلب منه كود طيب كنت المرة فاتككلمت محركة على حاجة وقلتلك وعدتك ان انا المرة دي هتكلم عليه ايه في عاصل التحاول الرقمي وخدمات ال NFC اللي بقت متاحة كتير زي شحن عداد البيت بتاع الكهرباء انك بتحول رصيد من خلال الموبايل أبليكيشن بحاجة اسمها NFC اللي هي وسيلة للتواصل من البلد دي كده حاجة زي البلوتوز بس بتبقى بتحط الحاجة قريبة مش بعيدة زي البلوتوز زي اللي هو الكارت عداد شحن المياه والكهرباء اللي بتحض وكت وريت لها حراك كارت زي دا المرة اللي فاته ايوه بتاع التليفون بالزبط كده بدل الكارت اللي هو بتاع الكارت بتاع اللي عليه البيانات والتليفونات والكلام دا والإيميل التكنولوجيا دي ما لازمتها ايه مبدال التكنولوجيا دي موجودة برا مصر وموجودة في مصر وكل انواع الكروت تكاد تكون زي بعض مع الكارت السوفتوير بتاع الكارت بالزبط يعني اللي احنا شايفينه على شاشة دا دا زي الكارت اللي موجود معاه دا فيه أبليكيشن اللي أبليكيشن دا بيقولك عدد الناس اللي عملوا سكان للكارت قد ايه كام واحد دخل بسطه من 128 كام واحد فتح الويب سايت كام واحد الستاتيستيكس والإحصائيات بتاعت استخدام الكارت طيب احنا برضو عشان برضو المشاهدين يبقوا معانا احنا بيقول كارت زي دا ممكن نسأل كارت زي دا مثلا دا بالنسبة لناس اللي بتشتغل عندها بيزنس او الناس اللي مش شرط بيزنس او حتى يعني بتحضر مؤتمر مؤتمرات او حاجة بتاع عليه مثلا الاسم التليفونات بتاعه صاحب شركة صاحب شركة الاميلات بتاعته وسائل التواصل الاجتماعي بتاعته فبيقدر بس ايه يتحط كده تحت التليفون بالشكل ده مش اكتر من كده فجأة بيتفتح زي انا هوري لحضراتك بالزبط بيظهر ايه طبعا هو في مميزات كتيرة جدا يسجل على طول يضغط زرار التواصل اللي هي فيها الامكانيات الكويسة اللي التطباط بتاعتها قوية دي بتديلك امكانيات زي ايه نمر واحد ان بيفتح لك شاشة زي اللي حراج شايفها دي ان لما حراج تعمل اسكان للكارت دا او تحطه بالنفسي تحت التليفون ايوة الشاشة اللي فيها بياناتي فيها زرار انه يضيف بياناتي عندك في الكونتكت وفيها الشاشة دي ان حراج تملى بياناتك فبياناتك تجيلي اه من غير ما اقول لك اديني بقى رقمك يعني ديتك الكارت حراج عملته على NFC خدت بياناتي طب انا عايز بياناتك املى بقى الفورما دي حط اسمك وحط الرقم فانا هاخد البيانات السريمة مكتوبة اه انا بطلب من حضرتك مثلا بيزنس كارد اه تمام وحرك عايز الارقامي بقى اقول لك في الشاشة بتنبلي على تليفوني احط الاسم والرقم لو صباح هيتسجل عنده حركة على تليفونك وطبعا بيشتغل من على الموبايل زي ما احنا شايفين او بيشتغل من على ووب سايت جميل دي برضو من ضمن الميزات دي تكنولوجيا تانية جبقى احنا نتكلم في تكنولوجيا تانية بقى مش كل الكروض بتدعم ووب سايت وابليكيشن في كروض بتدعم أبليكيشن بس في كروض بتدعم ووب سايت بس فلما يكون ووب سايت وابليكيشن يبقى اسهل وانت بتعمل البيانات بتاعت الكارت كوبي وباست من على الكمبيوتر نسخ ولز مش محتاج انك تقعد تعملها من على الموبايل طيب ايه تاني حشاشة زي دي بيسمح لك انك تعمل طبعا انا بتكلم على نوعية زي دي اللي هي متطورة جدا من الكروض اسمها جنريشن ثلاثة الجيل التالب تعمل ثلاثة اربعة خمس كروض موجودة عندك انا طبعا مسح بس البيانات بتاعتي والنمر والكلام ده تعمل ثلاثة اربعة كروض بحيث حركة وانت بتسكان قبل ما ادي لك الكارت انا بحدد اني كارت اللي يظهر لك ايوه كأني ماشي باربعة خمسة ستة كروض بيزنس اه اي بيانات اللي حركها انا معايا رقمين مثلا رقم برسنال ورقم عام للناس كلها حرجة يتقول لنا عايز بياناتك وانت صديق فانروح مغار من عندي من على الابليكيشن عامله البيانات الشخصية البيانات الشخصية بتاعه اللي انا عايزك تسجل تسجل صح وهكذا طب كمان حاجة تانية تفتح يدي لك صفحة زي دي فيها ادتو كونتكت وفيها السوشيال ميديا وحاكتك وممكن تبقى صفحة زي دي زي اللي انا عاملها لك برضو على الابليكيشن اه يعني اعمل لك على الكارتة عندي برضو بزنس كارت بيدي لك ميني بيج وبيدي لك بزنس كارت بزنس كارت اول ما تسكن يطلع عندك في الكونتكت ادتو كونتكت اما الاي الميني بيج اللي زي ما حراك شفتها دي اللي هي الشاشة دي دي ويب سايت ده ويب سايت صغير مع الوش غير الكونتكت بس فحراك مجرد ما تسكن يفتح لك الويب سايت وتحتي بقى اللينكات بقى الميل بقى والبيانات وكل حاجة موجودة دي الفكرة في الكروت المتطورة الدعاية الوهمية حراك ذكرت في المقدمة على ازاي ممكن بالزبط نعمل حاجة زي كده في البيت فيه اجهزة زي كده حاجات صغير معنا زي كده دي شغلتها كلها فلتر الجهاز ده بيبقى فيه اتنين بورت واحد لدخول الانترنت واحد لخروج الانترنت بتدي له انترنت من ناحية وتاخد الانترنت من ناحية يعني الراوتر بيتوصل عليه وهو اللي بيطلع على الواي فاي او على الانترنت عندك في البيت او بتوصله من خلال الواي فاي بحيث يبقى هو ده اللي بيدي الانترنت او هو اللي بيكونترول الانترنت يعني الراوتر بيطربت به بالزبط كده وهو اللي يشتغل ساعتها راوتر بالزبط هو اللي بيدي الانترنت اه بيبقى في روص زي اللي بيجيبوه في البيت ده بقى اللي بيقى اول راوتر حاجة شارعه حاجة زي كده بس ده بالكابل سعب اسمه ايه كده تمام او ريبيتر ايوا ريبيتر ده بيقى ريبيت السجنال بيجي السجنال اه لكن ده فكرته انه هو عليه صفت وير تابع للشركة اللي عملته بيدي لك الصفت وير مجاني الصفت وير ده مجرد ما اشتريت الجهاز بتبقى انت مشترك على الصفت وير ده هم بيعملوا update بشكل دوري للمواقع حسب ما انت عايز يعني هم بيصنفوا المواقع تيجي حراك من على الصفحة بتاعت الجهاز ده تخش عليها من على الكمبيوتر بتاع البيت تقوله امنعلي العنف امنعلي الارهاب امنعلي x y z المحتويات الغرل حسب ما انت عايز او عايز تفلترها بالتصنيفات انا عايز لي سن كذا او سن كذا او افلل سايتس دي او افتح لي دي فانت بتفلتر طبعا الحاجات دي في منها اجهزة كبيرة بيزنس للشركات لك انا بتكلم في حاجة صغيرة زي كده للمنزلي بالزبط في النص كده فدي تأمن لحضرتك فكرة ان حدا ما يخش على الانترنت في البيت بس في نقطة طول ما هو في البيت طول ما الجهاز في البيت لا طول ما الولد في البيت او البنت في البيت لا بمعنى يعني حضرتك لو هو خرج على الفور جي ما بقاش تحت ايدك اه 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 خرج على الموبايل داتا بتاعك او في اي حتة فيها واي فاي ما بقاش تحت ايدك اه اه انا فاهم لكن طول ما هو داخل على الانترنت في البيت الاجهزة دي بتبقى هي اللي عملك قصة دي. اه اه. على حسب هو بياخد انترنت مينين. بزبط. فانا على القلم امن الواي فاي اللي في البيت. بزبط. والمعظم الولاد مسلا او. مش هيفتح اي حاجة طول ما انت حاطت الجهاز ده في النص. وده بيطلق عليه بارنتا الكنترول او رقابة ابوية. طبعا فيه موديلات كتيرة وشركات كتيرة بتقدم الخدمات دي. ومتاحة وموجودة على كل المواقع عينة اتباع. ده جهاز فلتر. اه. كل شغلته بيفلتر. بس كبه. طيب. الناس اللي عايزة ده كويس بالنسبة للناس اللي مثلا بتستخدم راوتر في البيت. تمام. تمام. يقدر نوعه يأمن ده. ولكن لو عايز يأمن على الموبايل دات. تمام. اجيب لك اجيب لك الحاجات دي كلها. اذا يقدر يأمن المحتوى اللي عنده ولاده. بص مبدئيا. لو احنا هنتكلم في الاول على الاندرويد. وده اكثر انتشارة من تريفات الاندرويد. تمام. في حاجة عاملها جوجل اسمها بارك. بارك دي يعني هاو هاو. بالعربي يعني. اه. يمبح. اه. فلو حركها تعمل القصة دي. اه. مجرد ببساطة بتروح على جوجل. عندك طريقة من اتنين. يا اما بتنشئ حساب جديد لابنك. لو انت لسه بتعمل له حساب جوجل. وبعد ما تنشئ الحساب. وتخش وتحط البيانات. وتكمل كل الاجراءات والاكاونت يبقى فعال. تروح داخل من خلال حاجة اسمها جوجل فاميلي لينك. يعني ها كل في الصفحة دي. ده بيعمل بس بينشئ حساب. وطبعا لما بتحط السن تحت 13 سنة. اه. اوتوماتيك بيسألك. اه. انت البيرانت بتاعه. انت ولي امر ولا لا. لكن فوق 13 سنة مش مسموح لك تعمل حاجة زي كده. تمام. بعديها خلاص انت عملت الاكاونت وكل حاجة. هتشوف بعد كده على الشاشة. ازاي تقدر تتحكم في كل محتوىات التليفون وهو في ايد ابنك. بعدها. من خلال ان حضرتك خلاص انت كده مليت البيانات. وقلت له اوكي ونيكست. وتمام. كده بقى فيه بيرانت. هتقول له نيكست. هيقول لك وافق على الشروط. وافقت على الشروط. يبتدي يقول لك انت عايز تقفل عليه ايه. كده خلاص انت عملت له الاكاونت. او هو كان عنده اكاونت ايا كان. تخش بقى على جوجل وتعمل يقوم بكية سين ان. تسجيل دخول. ام. بعد ما تعمل تسجيل دخول بالاكاونت بتاع ابنك. اللي. اه. اللي هو على تليفونه. تماما. هيقول لك الاكاونت ده. في هتعمل له بيرانت. اه بيرانت. عمل له الاب والام سواء حضرتك او الولدة. ساعتها بقى يظهر لك الابشنز اللي هتشوفها كمان شوية. اعايز تعمل ايه في التليفون بص بقى حضرتك. هم. مسمح له ايه من التطبيقات اللي نزلة على التليفون. اللي هو منزلها مثلاً او موجودة على التليفون. نفسه. لا تليفون نفسه. يعني انت ممكن تقفل عليه يوتيوب. تقفل عليه اي برنامج من البرامج اللي نزل على التليفون في الاعدادات. تمام. ممكن تحددها بسن. هبص اكتيفيت فاميلي لينك. خلاص كده. هتفعل. مجرد ما عملت له اكتيفيت انت بتتحكم فيه ريموتلي. يعني طول ما هو وصل على الانترنت اي اكشن انت بتعمله بيسمى على تليفونه. طول ما انت وهو على الانترنت. الحاجة الالطف كمان تقدر تخش من نفس البرنامج ده. وتقفل مواقع معينة. او تحدد زمن معين للانترنت. ان يشتغل من الساعة كزا للساعة كزا وعا كده الانترنت ما يشتغلش. او تقدر تقول له ما يحملش برامج. اللي حضرتك عايزه بتقدر تعمله. من خلال التطبيق اللي هو اسمه بارك. وبعدين حضرتك بعد ما تعمله ده على تليفونه. وتدخل الميل بتاعه على تليفونه. وقلت ان انت ولي امره. من على تليفونك بتنزل جوجل فاميلي لينك. وتقدر من خلاله تشوف تليفون ابنك. يعني تقدر تعرف هو فين. اه. موجود فين دلوقتي. من غير ما تسأله. من خلال جوجل فاميلي لينك اللي نزل على تليفونك. هيشوف تليفون ابنك. وزي ما حلق شايف كده بتحدد له حتى ايه. بتاع الولد مس او البنت. اه. في المنطقة الفلانية. وتحدد له توقيتات. كل يوم يشتغل قدية انترنت كم ساعة. ده مهم جدا لان في ناس كتير ما خلاص هو دخل ينام في قطه خلاص قفل عن نفسه نايم. ده ايه وبيتابع ايه. حسب ان لحضراتك بتعمله في الاعدادات. عايزه يفتح الساعة كزا وقفل الساعة كزا. هيعمل ايه. يخش موقع ايه. ما يخشش موقع ايه. حاجة بتتحكم تحكم كامل. ده ممكن تقفل عليه كاميرا. يعني تقول له الكاميرا مش هتشتغل عنك. ما تفتحش سوشال ميديا. ما تفتحش اكس واي زد. حضراتك براحتك. طول ما هو تحت ايه? تلاتاشر سنة. حضراتك في السيتنج بقى اختار اللي انت عايزه. ايا كان. اقفل عليه العنف. اقفل عليه الارهاب. اقفل عليه ايه تطرف. اقفل عليه الدم. اي حاجة حضراتك بزعجة شايفها. التطبيقات اللي هو بينزلها. تقف عنده له بلوك. حتى لو منزل التطبيق على التليفون. ما يعرفش يدخل على التطبيق. ما يعرفش يشغل. ما يشتغلش. يقول له مقفول لان في بارينتا الكنترول عليه. ما يشتغلش. فبالتالي قصة دي فيها امكانية كتيرة جدا. لو عادنا نقولها هتبقى كتير. ده 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 كلام حلو. اعتقد فيه قسر كتير نفسها تعمل ده مع ولادها. بالضبط. وعشان يقدروا يحمون من المحتوى ده. او يقننوا استخدامهم. والاهم ان الطرق دي موجودة على الانترنت. مجرد ما يكتب جوجل فاميلي لينك. هيجيب له الطرق بالخطوات زي ما احنا بنعرضها دلوقتي. وبعدين في نقطة بيقول لك كمان لو هو هينزل تطبيق. يجي لك الابروب. اه. انت موافق ولا لك. موافق ولا لك. على تليفوني. على تليفونك يجي لك اشعار. لو ما قلتش موافق ما بيقبلش. بس لو وفقت مرة يعرف ينزله تاني. يعني لو وفقت مرة ينزل على تليفونه. وبعدين شاله وجي ينزله تاني هينزل تاني لك اول مرة وفقت. موافق من من الاساس. ده بالنسبة للجوم. طب لو احنا بنتكلم بقى على التليفونات الاي او اس. فيها كده? اه فيها كده. حارك لما بتخش على الاعدادات بتاعت التليفون نفسها في من الاي او اس تقدر برضو تخش وتعمل رقابة ابوية. هتلاقي عندك في الاعدادات فيه انك تضيف ابنك او بنتك في الفاميلي. وبعدين بتخش على حاجة اسمها سكرين تايم. لأ يعني يعني في الاول بيدخل على ايه من الاي او اس? من الاي او اس فوق من عندي اسمك من فوق. اه. اللي موجود ده تقدر تخش وتقاد اعضاء للأسرة. ايو مضبوط. اه في الفاميلي شيرينج دي. في اوبشن تحتيها السن كام. يعني انت بيرنت ولا مش بيرنت. مجرد ما ضفت ابنك او بنتك زي ما هوريها الحركة دلوقتي موجودة كده. اه. بالزبط كده. اول ما هتضيفه زي ما حراك شايف كده هتلاقي انا عندي تحت تحت اسمي افراد الاسرة. اه. لو دخلت على اي واحد فيهم هيقول لك حضرتك مين انت اب ولا يعني بصها تلاقي مين اللي بيتحكم في مين? فين الاب والام. اهي الصور اهي. هتلاقي فيه حضرتك مكتوب حاجة اسمها بيرنت. وحاجة اسمها ارجانيزر. هتلاقي موجود تفسيرات تحت كل. ايو مضبوط. صح. تمام? يعني من حق انه يقفل ويفتح. بتخش على اسم الشخص. هتلاقي تحتيه بقى كل اللي اوبشنز احاك شايفة على الشاشة دي. امتى? يفصل عنه النت امتى? الاتصال. يتصل بمين ومين يتصل بيه? هنا فيه اكتر. يبعت رسائل لمين ومين يستقبل منه رسائل. ايه التطبيقات اللي مسموحاله? الريستريكشنز. امتى النت تفصل? كل ما حركتها تخيله. اه من الساعة كزا للساعة كزا. كل انت عايزه. من تسعة بالليل عشان. لا بقى فور جي ولا واي فاي. انت بتقفل عليه النت. ليه ان الناس كتير بتبقى محترف مش عارفة تمنع ولادها ان خلاص دلوقتي مفيش نت. بالزبط. لأ وبتدي له معايد كل يوم. يعني اليوم الفويني الساعة كزا. اليوم الفويني الساعة كزا. يوم ايه? الكلام ده كله موجود بتفاصيله لدرجة كمية التفاصيل اللي موجودة في ال اي او اس. انت هتزهق من ال اوبشنز. تقدر تحكم في كل حاجة في تليفون الولد او البنت. بس برضو لغاية سن. طب البعد تلاتاشا ما يدرش. ليه هطر. بس اللي نازل في التليفونات. تقف برضو لا هيزعلها. ما لابنه هقول لحضرك يعني بص عندك ايه? تقدر تقفل كمان ايه? كونتكس معينة. جهات اتصال معينة ما تصلش بيها. او يتصل بناس معينة. يعني انت مسموح له بس يبعت للناس دي او يكلم الناس دي او يستقبل من الناس دي. ده مهم بالنسبة للاطفال الصغيرين. المعاكسات وانت فين او انت فين او انت حاجات اللي بنشوفها دي. طب الناس الكبيرة لها بقى برامج بتشتريها. بس انا خايف اقول الطريقة اه فيه ناس تستخدمها بقى ضد بعضها. لا لا. يعني رجل مع امراته وستة مع جزها. اه. فما لنشدعو. خلينا في الحاجات اللي نازل على التليفونات لغاية سنة تلاتاشاة ساعة. كلا اني بنعمل حلقة تانية. بالضبط. فالاوبشنز دي كلها بص عرض كمية حاجات متاحة. ممكن حركة لما تتفرج عليها. اه التطبيقات اللي تشتغل. ايه اللي ما تشتغلش. اه يشتري برامج ولا ما يشتريش. اللوكيشن بتاعه مفتوح ولا لا. الكالندر. كل حاجة حركة متخيلها على التليفون في الاوبشنز. ده في تليفون ابنك او بنتك. فالكلام ده كله لطيف جدا. كمان بقى في اوبشن تاني موجود في الاي او اس. ده يجب الناس كلها تبص عليه. بقى اكبر وصغيرين. في الستنج. زي ما احنا شايفين على الشاشة كده. هتخش على البرايفاسي او الخصوصية والامان. هتلاقي في عندك حاجة اسمها لوكيشن. ايه. جوا اللوكيشن هتخش على لوكيشن سيرفز دي. هتلاقي جواها في اوبشن تاني. اسمه سيستيم سيرفز. جوا اللوكيشن. اللي هي الشاشة اللي على الشمال. ايه. هتلاقي جواها بقى في حاجة كتيرا جدا بتخليلك البطارية تخلص بسرعة. زي مثلا فكرة لوكيشن الارت. اه لوكيشن ستجيشن. اقتراحات. اه. كل الحاجات دي بتخلص لك البطارية بسرعة. فايه في المنها الحاجات اللي مش محتاجها. وفي تحت حاجة اسمها دي لو بسيط عليه على تليفونك دلوقتي هتلاقي جايب لك الاماكن اللي انت بتتردد عليها. لو هي معمولة اون. ام. في تليفونك. ام. كلها. يعني انت بتروح مدينة اكتوبر بتروح مهندسين بتروح بحيزة مالك بتروح ايا كان. فلازم تخش لو انت مش حابب ان التليفون يبقى عارف انت بتروح فين واماكن ترددك فين. اولا يدخل على التليفون. لا هو الفكرة كلها ان هو بيجيب لك حاجات لها علاقة بالمكان. ايه. وفي نفس الوقت ده بيستهلك برضو من البور بتاع التليفون. لان هو بيقعد يسجل اللوكيشنز بتاعتك على على الاماكن اللي انت بزهرة كلها. في تدرد تخش عليها وتقول له كلير الهيستوري. امسح الحاجات اللي موجودة عندك. وتقفل ده انه ما يجمعش تاني الاماكن اللي انت بتروح. دي بقى حاجة الناس كلها بتسأل عليهم. الانترنت العميق والسطح. يعني ايه بقى العميق والشبكة العميقة والانترنت السطحي. الناس كتير قى وسألتنا عليهم. ايه الفرق ما بينهم? تلات حاجات موجودين في الانترنت. كل الانترنت اللي احنا بنستخدمها دي من تلاتة الاربعة في المية من حجم الانترنت. كلها. بالجوجل باليوتيوب بكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها دي. من تلاتة الاربعة في المية. ام البيت الانترنت دي فين? انترنت عميق. وفي انترنت مظلم. هما تلات مستويات. الانترنت السطحي اللي احنا بيستخدمه ده بتخش له بقى متصفح من اللي احنا بيستخدمهم العاديين. قمال ايه الانترونية العميق? انترونية العميق دي هي قوعد البيانات بقى بتاعة الشركات الخاصة الحاجات اللي محتاجة يوزر و باسورد عشان تخشي لها. يعني انت لو محرك بتعمل بحس على جوجل. هل بيجيب لك كلمات البحس دي من جوه الميل بتاعي? لأ. هو بيسيرش على جوجل. عشان يخش على الميل بتاعي يسيرش جوهة محتاج يوزر و باسورد. عشان يخش على حساب البنك بتاعي حضرتك محتاج اسمه كلمة سر. عشان يخش على شركة الاتصالات. عشان يخش على اكاونت في مكتبة في جهة بتعمل مثلا بتدور على مخالفاتك بتعمل حاجة في مستشفى ايا كان. دي قواعد بيانات خاصة. صح. فمحتاجة يوزر و باسورد. هم. وما ليه بقى الانترنت اللي هي المظلمة? دي الانترنت اللي بتعمل عليها كل الحاجات المخالفة. يعني تعالى كده اقول لحضرتك الانترنت بص دي العميق. قدمات البريد الالكتروني شبكات الانترنت قواعد البنات الخاصة والمواقع الخاصة. اما البقى الانترنت المظلم اللي هو ايه? كل الحاجة شايفه ده. اي حاجة غلط. بمعنى الكلمة. طبعا مخدرات اطفال سلاح قرصانة اغتيالات اباحية كل ده. وبالتالي حضرتك ما ينفعش توصل للمكان ده الا بأدوات خاصة. اه يعني مش مش على الدومينز العادية. لا لان اسامي الدومينز مش بنفس الكيفية. حاجات تانية خالص يعني. اه. الاسم يبقى طويل جدا ومش مميز يعني مش حاجة منطوقة في اغلب الاحوال مالوش سيرش انجين. مالوش محرج بحث. ما بيستخدمش عليه الادوات العادية بتاعتنا. هو مبدئين بس بنوه للناس. ان ده ممنوع في مصر ومقفول في مصر. الادوات بتاعته مقفولة. لانه هو عليه حاجات كلها مش القطيفة. بخلاف طبعا ان فيه مؤسسات بقى اعلامية كمان كبيرة برا مصر. وبدأت تعمل عليه مواقع صحفية. مواقع صحفية. اه. ازا الناس بقى بطلقوا عليها. ليه بقى? النهارده الناس اللي بتعمل هو طبعا الصحافة بتبقى يهمها السبق الصحفي. مش الناحية الامنية. هو ما يبقى عايزة مجموعة من المجموعات الخارجة عن القانون. عايزة تبعت فيديو او تبعت محتوى. مش هتبعته المزلم. فالمواقع دي بتعمل مواقع جوه الانترنت المزلم. عشان انت كراجل خارج عن القانون. تبعتلي عليها. انا مش مهم معرف انت مين? انا يهمني السبق الصحفي. ايه حصل? ايه هيحصل? فاخد الفيديوهات اقوم بنشرها بقى على الانترنت السطح. فطبعا فيه ناس برضو بتستخدم على فكرة الانترنت المزلم ده كانوا من انواع للحفاظ على الخصوصية. انه هو ما حدش عارف حد. يعني بس طبعا بشرط. ما تبقاش بتستخدم الانترنت اللي هو المزلم ده وتخش على اكاونت الفيسبوك بتاعك. يعني انت كده وعنش حاجة. طب ما انا هعرفك. لكن انت بتخش على مواقع مش معروفة ومعاليهوش مواقع بحث. ايه. يعني مش هتخش زي جوجل تقوله دورلي على كذا فيقولك الموقع اهو. عايز الشير عربية. ده بالزبط زي اللي زي اللي رايح يجيب مواد مخدرة. مش هيروح يسأل على العنوان فين? هو رايح لحد ده حاجة غير شرعية او غير قانونية. يعني الحمد هو خلينا احنا ما خلصناش الانترنت اللي في النور. بالزبط. عشان. يعني. بالزبط. ده بس دي دي الحياة معلومة جديدة. وده وده خطير جدا لللي هيخش وهو مش عارف هو رايح فينه وبيعمل ايه? لانه هو ممكن يصاب بفيروس. ممكن يتم اختراق جهازه بشكل ما. يتم تشفير ملفات اللي على جهازه. فيعني ما هواش حاجة لطيفة للي مش فاهم وزي ما انا قلت هو مغلق في مصر وطبعا اي حاجة بيبقى ليها بعض الطرق الاحتيالية بس الكلام ده بيعرض اللي بيعمل ده لمسألة قانونية. طبعا. عشان برضا اقول اللي هي واللي عليها عشان الناس ما تفتكلش الموضوع ايه مفتوح كده. وغالبة الدول افلى الحاجات دي لان التطبع عليه بيبقى شوية صمد. طيب. انا الحقيقة يعني مستمتع جدا بالمعلوماته بالمعلوماته في كل لقاء مع رجب موانس بريد واتمنى اللقاء الجاية ان شاء الله لو فيه امكانية نعرف فكرة الاستخدام الخاص بالكروت المالية الامن على الانترنت يعني اتمنى المرة الجاية ما هي انا جايبها لحضراتي ايه ده؟ احركوا تعرف ان انا انا معرفش بس انا بعرف افكار يا تكون الوجي وصد في كده كمان ده انا كنت عايزة انا ممكن اقولك هتاكو ليه كمان لما اتروح طب هاي ازاي ممكن تتعامل مع الاجهزة المسحب او مع الكروت الاقتمانية وفكرة التعامل بها من على التليفونات او على المواقع طبعا تتعامل بها من خلال التطبيقات الرسمية المعتمدة من الجهات المصدرة للتطبيق يعني ما ينفعش حضرتك تروح تجيب تطبيق من على اي مكان وانت مش عارف التطبيق ده هو الحقيقي ولا المزيف للأسف يعني جوجل او الجوجل بلاي يعني المنصة تحط على التطبيقات في بعض النصابين بيعملوا تطبيقات مشابهة للتطبيق الحقيقي بنفس الاسم وبنفس اللوجو وبيحطها على الموقع وجوجل للأسف عشان تقدر تحزفها او تبلغ عنها الموضوع مش بالسهولة لالناس متخيلها فتيجي حضرتك كعميل لبنك ايكس عشان تشترك مثلا في الخدمة او في اللعبة او في التطبيق ده تروح منزل تحط اليوزر والباس تمام تمام لا لا كمان وكمان بيقول لحضرتك دخل بيانات كريد الكارت تاعك بتحط بيانات كريد الكارت كلها وانت متطمن فبالتالي حضرتك لما تيجي تنزل تطبيق لازم تتأكد وتتأكد ازاي يفضل انك تجيب الرابط بتاعه من موقع البنك او تتأكد من العدد التحميلات ومين اللي عمل التطبيق والبيانات اللي مكتوبة تحته مش مجرد الايكون والاسم وتروح منزله ولو معاك كروت اقتمانية يجب ان انت تبقى بتستخدم المحافظ اللي بتمنع قراءة الكارت لاسلكية زي ما احنا شايفين كده في الصور لا انا عايز اخليها الاسبوع جاي طيب خليها الاسبوع جاي لان بنسمع كتير على فكرة المكنة وتحط الكارت في المكنة فيحصل معرفش ايه والرقم السري يتاخد فدي مع حضرتك في افكار كتير بقيت متاحة الفترة اللي فاتت دي ويجب ان احنا نحاول على قد ما نقدر نخلي بالنا في التعاملات المالية وبالذات في التطبيقات اللي هي فيها كود فيزا انا عايز ده ان شاء الله يبقى نخصص له اللقاء القادم زي نقدر كمان ان احنا نتعامل ماليا على الانترنت او غير الانترنت بشكل امن عشان الناس اللي بتشتكي ان بتساحب منها فلوس او يعني دخل على موقع وتساحب منه فلوس بنعرف ده يتم ازاي فنانا بشروح لك شكرا جزيلا لحي المعلومات المهمة دي وانس وديد حجاج شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا شكرا مصول لحضرتكم مشاهدين الكرام واتسباحه على خير الى اللقاء شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك